مهما كانت الأسباب ومهما كانت الخلفيات أيضاً نحن ولا نحكم على النواية لكن بين ثم أموفي ديسيبلين ثم حالة من عدم الانضباط حالة من التسيب في داخل كل الإدارات مشها فقط في إدارة السكاك الحديد لأن ما هو مطلوب الآن هو إصلاح إداري حقيقي لأن يشوف أنا ما مفرقش ما بين واحد مشها أرفع علم آخر غير علم تونس علم السيادة كما بشر يجيه موخر للعمل المتاعه كما اللي يجيه يحط في سته ويخرج معها بشكل أمور الخاصة دون أوتوريزاسيون كما اللي يغيب وبعدين يجيه بشهادة طبية مودلسة وهذه حقيقة حقيقة في كل الإدارات تقريباً هناك مثل هكذا ما السكيات ليعلم هؤلاء جميعاً وليعلم المسؤولين لابد من أن نخلق مقاربة رقبية جديدة على كل شغلنا في داخل الإدارات هذا أقل هو أقل هو نوع من الرقابة كيفيش الدرب ومنين تشراه وكيفيش الرطل أول والثاني والثالث حتى الوسط أكيد هو يكون مجرد خدام موجودة غادي قادر يتشعبت من سورش رئيس مدير عام بش يمشي هو يركب العلم بيدو لكن أنا نقول الرجاحة إيسانسيال مو لأنه ثم حالة من عدم الإنضباط في داخل إدارتنا هذا شيء لابد من التفكير فيه بكل جدية ولابد من إصلاح إداري وخصوصاً الرنفورساج متاع العملية الرقابية على كل ما يتم حضور الموظفين في وقتهم في شغلهم في أدائهم في إنتاجيتهم كل الأشياء هذه لابد من منظومة رقابية تكون على الأقل تنقص قدم النجم من الهفوات الممكن إرتكابها تبقى اللي عنده خلفية خلفية بشي سفز الرأي العام واللي عدي منها القصة هذي على العموم لن يكون لها تأثير وهنا نشوف تفاعل توانسة مع الحكاية بل بالعكس هو زاد محبة وزاد تعريفاً على الأقل في الخصوصيات اللي اختلف فيها الدراب والتونسي على الدراب والتركي